اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السلام عليكم الملاورات قبل اعطاء تعريف للملاورات سنرجع لي التعريف المعدن المعدن وهنا لا بد ان اشير الى شيء مهم في الدن وهو الاختلاف الجوهري بين المعدن والمادن الكيميالية فالمعدن هي عبارة عن مواد كيميائية اولا هذه المواد الكيميائية لابد ان يكون لها نظام باللورية الذين من جهة مادة كيميائية من جهة اخرى وتبنويرها لتحدثوا عن المعدن هذه باللورة السموكي كوارت يعبار عن سي او فور جزئة سيليكون واتحدة مع اربع جزئة اوكسيجين يسمى جزئة السيليكون اذا كما تشاهدون هنا لدينا مجموعة من الملاورات التي لها اشكال مختلفة اشكال الهندسية مختلفة هذه الاشكال الهندسية تسمى بالنظام باللورية لدينا سبعة انظمة باللورية سبعة انظمة باللورية لدينا اولا المكعبين كما الائلماس النظام باللورية مكعبين تلاتي رباعي وحد الميل تلاتي الميل هنا لدينا اولا مثلا تلاتي الميل هذه اللاورة تسمى تلاتي الميل والنظام السيداسي لدينا اولا تتبعنا ورعا على نظام باللورية السيداسي نظام السوداسي بلاورة الدخان و الكوارتز هذا نظام السوداسي و سابعا لدينا المعين القائم سنرجع في دروس جديدة نتحدث على أكبر تفصيل الأنضبار باللاورية والمجموعة التي تنظور تحتها لكن ما أريد أن أشير إذن وهو مهم جدا لاحظوا معي هذين العينتين هنا لدينا لدينا معدن الأزوريت سنشاهده على المكبر إذا لا رحتم جديدا هذه العينة فستلاحظ داخلها وجود مجموعة من الملاورة الآن الجميع لاحظة لدينا الجميع لاحظة إذا بلاورات صغيرة مختلفة هذه البلاورات مقارنة مع هذه البلاورات كبيرة وهي المطلوبة والتي لها قيمة اقتصادية كبيرة ويجب أن تكون كبيرة ويجب أن تكون شفاثة في أي شكل ما كانت بطبيعة البلاورات صغيرة فليست لها خيمة تذكر ولهذا البلاورات كلما كانت كبيرة تكون مهمة جدا وكلما كانت شفاثة